لحساب من تقاتل هذه البندقية ولأي صدر توجه وإي قانون يمكنه محاسبتها أو حتى الحد من طيشها القاتل وهي ترسم مستويات من الأعداء المفترضين ما إن تفرغ من أحدهم حتى تبدأ بالآخر فإذا انتهوا قليبة الطاولة على أركانها وباتوا يقتلون بعضهم في هذا السياق وضع الكثيرون حادثة اعتقال زعيم ميليشيا أبو الفضل العباس أوس الخفاجي الذي تتضارب الأنباء بشأن الإفراج عنه من عدمها في وقت أكدت مصادر أمنية أن الخفاجي ما زال قيد التحقيق وسيمثل أمام القضاء خلال أيام بينما أكدت مصادر عشائرية أن الخفاجي تعرض للتعذيب الشديد أثناء اعتقاله لدى ما يسمى أمن ميليشيا الحجد حيثيات اعتقال الرجل تبدو كفصل من مسلسل تصفيات بين زعماء الميليشيات فالولع بالسلطة وجنون الاستفراد ضرب جزءا كبيرا منهم خصوصا بعد انتهائهم أوكادوا من تقاسم المناصب الحكومية فبدأت معركة إفراغ الشارع من الخصوم كما حدث مع قاسم الزبيدي مسؤول المالية بميليشيا الحجد وسلسلة اغتيالات متبادلة بين ميليشيات السرايا والعصائب لا يتوقع لها أن تنتهي القشة التي قسمت ظهر الخفاجي كانت ظهوره الأخير وهو يتهم موالين لطهران باغتيال الأكاديمي على مشذوب في كربلاء لانتقاده إيران كاتب صحفي ابن عمي يكتب مقالة ضد إيران يجون البعض يقتله إيران شو يذنبها؟ لكن ذنبنا احنا الملكين أكثر من الملك يريدون قتله حبا في إيران بعد هذا دوهم مقر الخفاجي الذي اعتقل وزج في السجن كل هذا جرى له وهو الذي يقاتل ضمن مشروع إيران في العراق وقبله في سوريا فكيف بالمعارضين؟ سياسة يرى مراقبون أنها تؤسس لجدار من الرعب يجعل من التعرض لإيران أو رموزها في العراق سببا مشروعا للقتل على يد من يعتبرون أنفسهم إيرانيين أكثر من خامنئي نفسه فإلى أي حفرة أو هاوية تأخذ تلك الرايات الصفراء العراق أو المنطقة بأسرها ولم يدفعmez شكرا لكم